بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نحيي إخواننا في نيجرية ونحيي إخواننا في موريتانيا ونحيي جميع الإخوة في جميع أنحاء العالم في هذا اليوم المبارك الذي نشرع فيه على السبل التي ترك لنا أباؤنا وأجدادنا من الحفاظ بكتاب الله تعالى قراءة وتدبرا وتبركا ودعان لله تبارك وتعالى أن يرفع عنا كل ما يعلنا نخاف وأن يرفع عنا العذاب وأن يكشف عنا العذاب الذي أصاب العالم وخاصة هنا في بلادنا نسأل الله السلامة شرع لنا أباؤنا في هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف أن نجتمع في المسجد وفي كل مكان حول كتاب الله تعالى كراءة وتدبرا وتدريسا توسلا بهذا الكتاب الكريم أن ينفع الله لنا أن ينفع الله بنا في بركة هذا الكتاب وأن يرفع عنا وأن يزيدنا وأن لا ينقصنا وأن يكون معنا في سرنا وجهرنا وأن يكون لنا عونا في جميع ما نهتم به في دنيانا وفي جميع ما نهتم به في آخرتنا وهذه الأيام المباركة التي حقا ستكون أيام قرآن في مدينة كما عهدنا ذلك من سلفنا الصالحين نواصل المسيرة تشبسا بهذا الميراس العظيم ميراس الإسلام ميراس رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراس سلفنا الصالحين نستمسك به توسلا وتحققا أننا عبادا لله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه القراءة المسلمين عامة في جميع أنهار الألم وأن يرفع عن المسلمين العذاب وأن يعيدهم إلى كتابهم وأن يعيدهم إلى إسلامهم وأن يعيدهم إلى ما فيه خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة هي توحد كما وحدتهم كلمة التوحيد أن توحدهم أيضا في أعمالهم وأقوالهم حتى نكون أمة واحدة قادرين على التأثير في عالمنا كما أثر فيه غيرنا لأننا نملك ما لا يملك غيرنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا قلوبنا وأن يتقبل مننا هذه الأعمال الصالحة التي لا نطلب فيه إلا غضاه تبارك وتعالى لا نستنزل إلا رحمته وماخرته نسأل الله تبارك وتعالى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر